قناة جنة تي في تقدم لكم لحذا علينا أن نحرص تمام الحرص على اليقين الدين هذا لا يمكن أن يذهب دين الإسلام باق سنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية القرآن باق إلى أن يأمر الله جل وعلا برفعه أهل العلم منصورون أهل الحق منصورون قال جل وعلا إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ونصرهم إما نصر أبدان بالسنان بالقوة وإما نصر بالحق بقوة الحق لذلك لا يمكن إلا أن تكون كلمة الله هي العليا لكن يحصل ابتلاءات نعم ولكن الدين باقي أعداء الدين يتصورون أنهم يمكنهم اجتثاث الإسلام يمكنهم اجتثاث السنة أنهم يمكنهم اجتثاث العقيدة من قلوب أهل الإيمان مستحيل لأن الله جل وعلا هو الذي شهد وشهادته خير مما يظنون قال وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى فهنا يعطيك هذا الفأل الكبير ولكن لا بد من الصبر والمعطوف على الكتاب والسنة أيضا لا يمكن اجتثاثه الدعوة الحق الدعوة الإصلاحية التجديدية دعوة التوحيد الدعوة إلى ما كان عليها أئمة السلف والسلف الصالح الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح أيضا لا يمكن اجتثاثها يريدون أن يجتثوا ما يسمونه بالوحابية مستحيل لا لقوتنا ولكن لقوة الله جل وعلا وإذا نسوا الله جل وعلا فنذكرهم بالله جل وعلا بأن الله أخبر بأنه ناصر عبادة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون جند المرسلين هم ورثة المرسلين ورثة الأنبياء وهم أهل العلم وإن جندنا لهم الغالبون نعم أهل العلم غالبون دوما بالحجة والبيان لأن حجتهم حجة الله جل وعلا ودليلهم قول الله جل وعلا رضي من رضي وسخط من سخط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر